موسيقى مساء الخير يحكي اليوم الثالث حكاياته عن جند الجرد عن تلال زرعت رجالا واستلت الأرض من تحت الأرض وأعادت سهولا واسعة إلى حضن الوطن وقفت على مرتفعات فسوتها إلى الأعلى ودخلت حصونا للإرهابيين كانوا يظنون أنهم استوطنوا المكان ثلاثة أيام حصد فيها جنود المقاومة 70% من أراضي الجرد المحتل فهل نبحث بعد في كتب التاريخ عن أبطال وهم هنا هل ننقب عن أمجاد ونحن نصنعها قولوا للتاريخ أن يحضر الآن أن يستقيل من الورق الأصفر ليدخل عصر الأرض الخضراء المحررة ببضع أحمر وبأياد بيض وما خلى ذلك مجرد تسالي على حفافية التاريخ وبما أنه يسجل فليكتب أيضا أن معركة جرد عصال قد حققت توازنا في الوحدة واستقطبت أكبر مرحلة تأييد لم يعرفها لبنان منذ التحرير عام 2000 فحصاد التحرير الشرقي لا يدع مجالا للشك في أن رجال المقاومة قد صنعوا الشرق الجديد وفي حصادهم اليوم استعادة كامل جرود فليطة فيما يتبقى من المعركة إحدى أهم المناطق الحساسة لقربها من عرسال وهي وادي حميد والملاهي وفيما دخل الحزب غرف عمليات النصرة بالصوت والصورة فقد انسحبت سرايا الشام من مشهد المعركة بالتفاوض بعدما طلبت وقف إطلاق النار وهو طلب حتمي لأن السرايا المنبعثة من الجيش الحر لم يعد لديها من نيران للاستخدام وإن الحرة برمته أصبح صفرا على شمال الحرب في كامل سوريا فكيف بجرد قاحل لسيما بعدما قطعت أمريكا عنهم المصروف والمصروف نفسه هو مشكلة زعيم المصرة في الجرود أبو مالك التلي الذي ينام على ملايينه وربما يدفن تحتها وفي معلومات الجديد أن تركيا رفضت استقبال التلي وأنها لم تجب على طلبه من الأساس وأهملت الرد فجرى تحويل الطلب إلى دولة خالجية أبدت استعدادها للمساهمة في بحث مصيره وقد رفض زعيم النصر التوجه إلى إدلب على الرغم من وصول إماءة سورية بعدم التعرض له لكنه وحار في أمواله والتي تفوق ثلاثين مليون دولار بكثير إذ أنها سوف تصادر في إدلب من قبل جماعات مسلحة تعادي بعضها بعضا أبو مالك سوف يذهب فرق عملته ويكون صريع أمواله التي ستقضي نحبه وإذا لم يقضي تحت العمل الخضراء فإن العلامة الصفراء سوف تدعوه إلى أن لا يهكى للهم فيما تولى تحرير الجرد فمن تولى على تحرير الجرد ليعصى عليه الجرد